الاختة تسأل تقول هل اذا لم نجد في مسألة النص نقول انه مباح مطلقا لان الاصل في الاشياء الاباحة ام نقول مثل بعض الاصوليين الذين ذهبوا الى ان عدم وجود النص يدل على عدم الجواز الجواب بارك الله فيكم لا اعرف احدا من الاصوليين يقول ان عدم وجود النص يدلل على عدم الجواز وهذا قول باطل هذا قول باطل لا يمكن ان يقول به عاقل اساسا لان امور الحياة كثيرة وليس كل شيء في الحياة به نص والقول الاول هو القول الصحيح اذا لم نجد نصا في مسألة فانه مباح ويعتبر ذلك داخلا تحت قوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا فهذا نص صريح في اباحة كل ما في الارض اللام هنا تسمى لام الملكية والمراد منها الاباحة فالله عز وجل خلق لنا كل ما في الارض والذي يمنع من شيء هو الذي يطالب بالدليل والله سبحانه وتعالى اعلم طيب شيخ عدلي تفضل يا شيخ عدلي وفيكم بارك الله إدعى الزهر يا شيخ السؤال اننا لم ن تفضل قرآن والمقرآن 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 عدل لذلك يجب أن يكون هذا المساعدة أو أنه لا يوجد قرآن والحديث هذا المساعدة والشيخ قال فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله الذي قرأت ماهوهوهوهوهوهوه فإن الله سبقت م confident فإن أراد الم нكب 우리 كذلك كذا الكبا أو الحديث لأن هناك الكثير من الأشياء في الحياة لا نستطيع أن نجد قرارة في القرآن أو الحديث عن تستخدم كل شيء في هذه الحياة لذا إذا لم نجد قرارة في الإسلام عن الأشياء هذا يعني أنه يكون مستخدم و الله تعلم بس